اشتركوا في القناة يتبين أن الجواب عندما سئلوا عن متى ظهرت الخوارج قالوا في زمان علي رضي الله عنه وهذا لا شك أنه صحيح لكن العلماء يتكلمون عن البذرة الأولى البذرة الأولى عندما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذاك الرجل الأكحل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا كبذرة أولى لذاك لما اعترض على تقسيم نفسه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين فقال اعدل فأن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى ثم لما ول وذهب الحديث معروف في هذا الباب قال سيخرج من ضئضي هذا ضئضي يعني من أصله يعني إما منه مباشرة أو من أتباعه من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان سبحان الله ولذلك هنا العلماء يقولون البذرة الأولى هذه طبعا ثم تنامت هذه البذرة وظهرت في زمان عثمان رضي الله عنه لكن ليس على تأصيل علمي وإنما خروج على الحاكم فهؤلاء الثوار الذين ثاروا على عثمان الحقيقة هم خوارج خرجوا على الخليفة لكن ما اكتمل تأصيلهم وبناؤهم الفكري إنما كان في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هناك خرجت الفرقة ترجمة نانسي قنقر